هذه النسخة المخبرية المزروعة من ورام المريض يمكن أن تساعد الأطباء على وصف أفضل علاج لكل مريض على حدة نمو نسخة متماثلة من الأورام في المختبى لاختبار العلاج طريقة جديدة طورتها مجموعة من العلماء في لندن لعلاج مرض سرطان والهدف التوصل إلى أفضل علاج ممكن للأورام غير الحميدة في الوقت الراهن ليس بمقدور الأطباء معرفة إذا كان المريض قد استجاب أو لم يسجب ونحن نعتمد على الملاحظة السريرية على التصوير المقطعي المحوسب الذي يتم بعد شهري أو ثلاثة أشهر على مسار العلاج وتمكن هذه الطريقة مرض السرطان من تلقي العلاج الكيميائي الفعال ومن ثم التخلص من الآثار الجانبية وتداعيتها وقد تمكن العلماء في معهد السرطان في لندن من فحص النسخ المتماثلة المختبرية ضد مجموعة من الأدوية في غضون أسبوعين فقط أخذ الباحثون جرعات من 71 مريضاً ووضعها لتموا في وسط خاص على مدى فترة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع ثم تم تقسيم الأورام الصغيرة إلى قطع أصغر واختبارها النتائج في مجلة العلوم تظهر تقنية تمكنت من تحديد علاج فعال فيما بين 88% و100% من الأورام ويمكن لهذه التقنية الجديدة أيضاً توفير المال عن طريق تجنب العلاج المكلف للمرضى الذين يعانون الأورام التي لن تستجيب للدواء رفيد ياسين العربية يمكن تتفقought النتائج واسق ترجمة نهاية